أهلا بكم متابعي الكرامة في كل مكاننا على رغم من عبارات الإيدان التي حملها بيانه الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية بشأن القصف الأمريكي الأخير لعدد من مقارات الفصائل المسلحة غرب وجنوب غربي بغداد فأنه لم يرتقي إلى مستوى تقديم الاحتجاج الرسمي مثل ما علقت أطراف عراقية مناوعة للوجود الأمريكي في العراق ففي الوقت الذي طالما كررت فيها الحكومة العراقية حاجتها إلى تحلف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة فضلا عن تمسكه باتفاقية الإطارة الستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2009 فأنه من جانب آخر لا تستطيع المضي باتجاه المزيد من التصعيد مع هذه الفصائل لأسباب عاطفية تتصل بالحرب في المنطقة هذا التوازن في اللهجة الدبلوماسية بين فعلا مرفوضة تقوم به الفصائل المسلحة لجهة استهداف لوجود الأجنبية ضمن القواعد العسكرية العراقية وفعل مرفوض هو الآخر تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد مواقع عراقية يبدو مقبولا لتحقيق التوازن النسبية فمن وجهة نظري بغداد فأنه في الوقت الذي ينبغي فيه الحفاظ على أمن البعثات الأجنبية فأنه في مقابل ذلك يجب على واشنطن احترام القواعد والأماكن العراقية التي تتواجد فيها الفصائل المسلحة ناسيما أن بعضها مرتبط بالحجد الشعبي الذي يمثل هيئة رسمية عراقية ضمن منظومة الأمنية ولكن السؤال الذي يطرح الآن هو هل استمرار بغداد في لهجة التوازن هذا يمكن أن يبقي قواعد الاشتباك بين فصائل المسلحة والولايات المتحدة ضمن حدودها المقبولة دون أن تبلغ مرحلة كسر العظم ومرحلة كسر العظم التي تمثل أكبر إحراج للحكومة العراقية هي قيام الفصائل بقصف السفارة الأمريكية أو قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مباشرة لبعض قادة تلك الفصائل عندها سيختلف المشهد وتتغير المعادلة وعها تلعا ترجمة نانسي قنقر